معاكو بس معايا كابتن كبير كابتن إبراهيم نور الدين حكم مباراة اليوم بين الزمالك والنادي الآلي يا كابتن إبراهيم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا حديدة يا أستاذ كريم كل سنة وحاباك طيب ودابع بنتمتع بتحليلاتك وبرماتك الجميل حاببنا يا كابتن إبراهيم وداء موفق النهاردة في المباراة بس إثناء اللقطة يعني كل المحللين التحكمين يتكلموا أنا محبش دايما أتكلم على اللقطة التحكمية ولكن بخلاف ذلك المباراة كانت جيدة جدا وكانت هادئة دون مشاكل ودون أزمات رغم أن أنت أكيد أنا عايف أنت بتتابع كويس كل ما يدار في الإعلامة وحتى على السوشيال ميديا الناس قاعدت تسأل ليه كابتن إبراهيم نور الدين الراجل اعتزل الراجل اسمي كبير صحيح بس خلاص آخر موسم ليه كل ده كانت ضغوطات قبل ما تنزل المباراة النهاردة إزاي تعملت مع هذه الأمور ولا سمعتهم ولا شفتهم ولا يجرم معي لو الكلمة داخل عشر مرات ده نقدس ونقدها الدام ده النقد اللي انت بتعبيره لنقد البناء ده ناس عزت بس للتحكم المصري ناس بتهاجم من قبل المصري ما يتلعب ما تستنى يومين ومصري يتلعب واللي انت عندك قوله ما تستفيدش للكلام ده يعني ولا أنا ولا زميز خالص وانت في المباراة النهاردة أنا حسيت حتى انه اللعيبة في كثير من الأوقات كانت تلتزم بالكارات آه كان فيه بعض المراحل العصبية ولكن قدرت انت وطاقم التحكيم تدروها بشكل هادي يعني والله كابتن كريم اللعيبة محترمة والنهاردة كانوا ساعدونا بشكل كبير على نجاح المباراة مع تعم التحكيم ويعطي لهم داية المطش ويعطي لهم المطش دا وقت أهم المطش في الوطن العربي المطش دا بيمصر مصر وانا عارف ان انتوا بتحبوا مصر ولازم المطش ينجح وانا مش هستقع يعني انا مش هحافظ عليك كل واحدة حافظ على الاشترا جاء طبق القرون هايل هايل